رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون قال انه هيئة النزاهة او انه اول من تقدم بالاخبارات عن حالات الفساد على مستوى الوزارات والوزراء في السنة 2023 هو وزير العدل بواقع خمس اخبارات مباشرة اما على مستوى اعظام مجلس النواب فهو النائب هادي حسن السلام بواقع 103 اخبار زيان والنتيجة شنو؟ النتيجة هادي السلامي صدر عليه حكم ست شرسجن مشفوعا بالغرامة المالية